نهارده نادي الزمالك عنده 69 نقطة النادي الاهلي عنده 74 نقطة مبدئيا نادي الزمالك ليس أمامه يوم الأربع أمام الإسماعيلي إلا الفوز لأنه التعادل هيخليه 70 نقطة والاهلي قردي عنده 74 نقطة بما يعني أن حتى لو الاهلي اتغلب الدوري قد حسم للنادي الاهلي الزمالك عنده 69 نقطة الأهلي عنده 74 نقطة لو الزمالك اتعادل 69 هيبقوا 70 والأهلي 74 إذن لا مجال للحوار إذن مبدئيا لابد أن النادي الزمالك يفوز طيب في حالة فوزه هيبقى كم نقطة؟ هيبقى 72 نقطة والأهلي عنده كم نقطة؟ عنده 74 نقطة إذن لو تعادل النادي الأهلي مع المقاونة العرب هيبقى 75 والزمالك 72 يبقى هنا المباراة الأخيرة لها قيمة حقيقية في حسم الدوري العام ده في حالة إيه؟ تعادل النادي الأهلي طيب في حالة هزيمة النادي الأهلي هيبقى برضه الزمالك عنده 72 والأهلي زي ما هو 74 يبقى هنا لو حصل لو حصل إن نادي المقاون نادي بكلمة دلوقتي على الزمالك الزمالك قلنا لازم يكسب خلاص بقى 72 الأهلي 74 لو تعادل بقى 75 لازم الزمالك يكسب طيب لو خسر هيفضل زي ما هو 74 والزمالك كام 72 يبقى المباراة النهائية بينهما الأهلي يكفيه التعادل لأنه هيبقى 75 والزمالك 73 بينما الزمالك لابد له أن يفوز على النادي الأهلي ده السيناريو يبقى إذن كل الأحوال الزمالك لابد أن يفوز على الإسماعيل ولا يبقى ما فيش مجال للحوار لو الأهلي كسب المؤولين العرب خلاص انتهينا لو الأهلي يتعادل أو يتغلب من المؤولين العرب تبقى المباراة النهائية ذات قيمة ولابد أن يحسن فيها الزمالك المباراة بالفوز حتى يحصد لقب بطولة الدوري العام